السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدارس القيروان النموذجية نطلع عليكم طلابي الصفء السادس لمعدة التاريخ سوف نتحدث اليوم طلابي عن الدرس الثالث لهذه الوحدة وهو بعنوان المقاطعة والهجرة للمدينة تحدثنا في السابق عن بداية الدعوة الإسلامية تحدثنا عن حالة العرب قبل الإسلام ووصفناها بكلمة الجاهلية وربطناها بالجهل من الناحية الدينية وتحدثنا أن كان لديهم عادات سيئة وصفات حميدة تحدثنا عن نزول الوحي حيث بدأ نزول الوحي على سيدنا محمد عندما كان في غار حراء وهو يفكر ويتأمل وتحدثنا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولادته رضاعته نشأته كفالته وعمله وتحدثنا عن مكانة الرسول قبل الإسلام حيث شارك الرسول في بناء الكعبة نتيجة لتصدع جدرانها وهو أيضا كان له شرف وضع الحجر الأسود في الكعبة تحدثنا عن نزول الوحي على سيدنا محمد وهو في الأربعين من عمره عندما كان يتعبت في غار حراء يتأمل ويتفكر وتحدثنا عن مراحل الدعوة الإسلامية سررا وعلنا داخل مكة 13 سنة 3 سرا وعشرا وخارج مكة في المدينة عشرا وتكون 23 سنة تحدثنا عن هجرة المسلمين الهجرة الصغيرة إلى الحبشة واختاروا الحبش لأنه فيها ملك عادل يدعى النجاشي ومن ثم اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن الهجرة الكبيرة وهي إلى المدينة المنورة إذن بعد مهاجر المسلمين إلى الحبشة وعودة المسلمين إلى مكة من الحبشة فرضت قريش على المسلمين المقاطعة ما هي المقاطعة يا سادس؟ عندما رفض النجاشي ملك الحبشة إعادة المسلمين إلى شبه الجزيرة العربية قرر زعماء قريش مقاطعة المسلمين فاجتمعوا في شعب أو وادي أبي طالب واتفقوا على تعليق صحيفة المقاطعة داخل الكعبة ما هي المقاطعة بداية؟ المقاطعة هي عدم الاتصال مع الطرف الآخر أنا بقاطعك ما بحكي معك ما باتصل معك ما بتعامل معك إذن أين اجتمع زعماء قريش؟ اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على مقاطعة بني هاشم وكتبوا صحيفة وعلقوها على الكعبة طيب على ماذا تضمنت هذه الصحيفة؟ تضمنت على بنود سميت ببنود المقاطعة وهي أن لا يكلموهم لبني هاشم أن لا يجلسوا معهم أن لا يدخلوا بيوتهم لا يشتروا منهم ولا يبيعوهم أي لا يتاجروا معهم إذن نرتب أفكارنا يا سادس بعد الهجرة وعودة المسلمين إلى مكة من الحبشة فرضت قريش على المسلمين ما يدعى بالمقاطعة المقاطعة هي عدم الاتصال مع الطرف الآخر أنا بقاطعك ما بتحكي معك ما بتصل معك ما بتعامل معك أين اجتمع زعماء قريش؟ اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على مقاطعة بني هاشم وكتبوا صحيفة وعلقوها على الكعبة تضمنت هذه الصحيفة عدة بنود أن لا يكلموهم لبني هاشم أن لا يجلسوا معهم أن لا يدخلوا بيوتهم وأن لا يشتروا منهم ولا يبيعوهم لا يتاجروا معهم طبعا استمرت هذه المقاطعة مدة ثلاث سنوات إذن استمرت هذه المقاطعة مدة ثلاث سنوات نتج عن مقاطعة قريش لبني هاشم وللمسلمين والتضييق عليهم وأديتهم إذن نتج عن هذه المقاطعة طبعا عدة أمور سيئة للمسلمين حيث انتشر بينهم المراض جاعوا منهم من أكل أوراق الشجر فقرر زعماء بعد الزعماء بإنهاء المقاطعة وتمزيق الصحيفة إذن قرر بإنهاء هذه المقاطعة وتمزيق الصحيفة طبعا قام الرسول بمحاولة البحث عن مكان آمن له ولأصحابه حيث لجأ إلى شعب أبي طالب إلى شعب عميه أبي طالب الذي كان يحميه من قريش إذن قام باللجوء إلى شعب أبي طالب حكينا في مدة هذه الثلاث سنوات طبعا جاعوا المسلمين ما حدا بتاجر معهم ما حدا بيبيهم انتشر بينهم المراض والوباء وما إلى ذلك انتهت المقاطعة قرر بعض الزعماء خارج مكة بإنهاء هذه المقاطعة وتمزيق الصحيفة ولكن انتهت طبعا بإرسال الله دودة الأرض أكلتها كلها الصحيفة إلا باسمك اللهم حيث كانت بداية لهذه الصحيفة مكتوب باسمك اللهم إذن انتهت بإرسال الله دودة الأرض أكلتها إلا باسمك اللهم ليبين لقريش قدرة الله تعالى الآن سوف نتحدث إلى الهجرة إلى المدينة المنورة وهي الهجرة الكبيرة إذن كان المسلمين هاجروا في حياتهم هجرتين هجرة إلى الحبشة إلى النجاشة ثم هجرة إلى المدينة المنورة وتعد هذه الهجرة الكبيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجروا كمان مع المسلمين في السنة العاشرة للبعثة طبعا توفي في هذا العام عم الرسول وزوجته وسمي بعام الحزر إذن توفي عم الرسول وزوجته وسمي بعام الحزر طبعا استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته يخاطب وفود القبائل العربية قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الطائف طبعا ظل يدعو في مكة لم يستجيب فقرر الخروج إلى الطائف حتى كان الطائف تقع في جنوب مكة رفضوا الدعوة ثم أكرمه الله تعالى برحة الإسراء والمعراج لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عام عاشرة للبعثة كتير حزين أولا لوفاة عمه أبو طالب اثنين لوفاة زوجته ثلاثة لرفض أهل الطائف دعوته فحزن حزن شديدا فأكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج تخفيفا عنه بعد ذلك استمر الرسول في دعوته قرر أن يدعو القبائل خارج مكة إذن قرر أن يخاطب وفود القبائل العربية خارج مكة وهم قبائل الأوس والخزرج إذن ويلتقي بهم حرصا على هدايتهم إذن استمر الرسول في دعوته بعد حدثة الطائف وقرر أن يخاطب الوفود القبائل العربية خارج مكة ويلتقي بهم حرصا على هدايتهم ومنهم قبائل الأوس والخزرج ففي السنة الحادية عشر للبعثة التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أشخاص من الخزرج في منطقة تسمى العقبة بالقرب من مكة فعرض عليهم الإسلام وتلع عليهم القرآن الكريم فشرح الله صدورهم واستجابوا لدعوته ثم عادوا إلى يثرب بعد أن اتفقوا معه أن يلقوه في العام القادم إذن نلتقى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أشخاص من الخزرج طبعا نلتقوا في منطقة العقبة وهي منطقة قريبة من مكة واستجابوا للرسول لدعوته إلى الإسلام فشرح الله صدرهم واستجابوا لدعوته ثم عادوا إلى يثرب له المدينة المنورة حاليا بعد أن اتفقوا معه على أن يلقوه في العام القادم في العام القادم كان في عام 12 للبعثة إذن في عام 12 للبعثة عاد وفد الخزرج في العام 12 للبعثة بعد أن أخبروا قومهم بما سمعوه ورؤوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه البيع الأولى وكان عددهم 12 رجلا 12 رجلا من الأوس والخزرج وبايعوا رسول صلى الله عليه وسلم على عبادة الله عدم السرقة عدم الكذب وطاعة الله ورسولهم وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث أحدا معهم ليعلمهم القرآن الكريم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي مصعب بن عمير وسمي أول سفير في الإسلام ليعلمهم القرآن الكريم فبدأ الإسلام ينتشر في يثرب أو المدينة المنورة في العام 13 للبعثة قدم من المدينة 73 رجل ومرأتان من قبيلتي الأوس والخزرج وجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الثانية على أن يحموه وينصروه وأيضا واتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة للمدينة المنورة واختاروا منهم 12 نقيبة إذن 11 للبعثة ما صار عندنا بيعه هون بس التقى الرسول بسبعة رجال وعرض عليهم الإسلام وأسلم وعادوا إلى يثرب يلتقوا معه في العام القادم بيعة العقبة الأولى حدثت في السنة 12 للبعثة كانوا من 12 رجل من الأوس والخزرج وبايعوا الرسول على عبادة الله وعدم السرقة وعدم الكذب وطاعة الرسول كان لها أهمية بيعة العقبة الأولى لأن الرسول أرسل مع هدولة الرجال مصعب بنعمين ليعلمهم القراءة الكريمة وبدأ الإسلام بالانتشار في المدينة أو يثرب في السنة 13 للبعثة حدثت بيعة العقبة الثانية وهي عبارة عن 73 رجل وامرأتين وبايع الرسول على حمايته ونصرته والهجرة إلى المدينة المنورة هنا يا سادس طبعا رحب أهل المدينة وأصحابه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه على نصرته وحمايته سمح الرسول لأصحابه بالهجرة إلى المدينة تمام أول إشي بعدما رحب أهل المدينة طبعا وبايعوه على نصرته وحمايته سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة أول إشي هاجروا أصحابه بعدين لحقهم الرسول وطلب من أبو بكر أن يكون رفيقا له في طريق الهجرة سميوا الصحابة الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين أما الصحابة الذين استقبلوا الرسول أهل المدينة الذين نصروا الرسول سميوا بالأنصار إذن سميوا الصحابة لهم أهل المكة الذين هاجروا إلى المدينة بالمهاجرين والصحابة الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل المدينة الذين نصروا الرسول سميوا بالأنصار إذن أول إشي هاجر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الرسول من أبو بكر أن يكون رفيقا له في طريق الهجرة وسميوا الأنصار وهم أهل المدينة الذين نصروا الرسول بالأنصار والصحابة الذين هاجروا وهم أهل المكة مع الرسول بالمهاجرين وبهذا نكون يا سادس قد انتهينا لدرسنا لهذا اليوم يعطيكم ألف عافية ونكون بذلك ختمنا مادة التاريخ كل عام وأنتم بخير